عجبني جداً النهاردة عجبني جداً وهو خد أفضل لعب في هذه المواجهة بالمناسبة سيف جعفر سيف عمل مباراة رائع جداً وسيف لاعب من الزمان من هو في قطاع النشئين في نادي الزمالك لاعب مبشر جداً بس اللي أنا قلته قبل كده وده رأيي فريرة بالمناسبة سيف محتاج يطور كثير 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 من أموره الدفاعية هو لاعب في النواحي الهجومية رائع جداً هو اللاعب رقم عشرة اللي من زمان يعني مثلاً سيف جعفر ده لو موجود في التسعينات مثلاً في قوائل الألفنات تمام؟ كان هيبقى من أحسن اللاعبة اللي موجودة في مصر ويكسر الدنيا بس دلوقتي الكرة تغيرت بمعنى إنه اللاعب رقم عشرة مجرد صنع ألعاب اللي بيلعب كرة حلوة يبصي كرة حلوة يشوت شوتة حلوة ده كان أيام حازم إمام وديد صراح الدين دلوقتي لا صنع الألعاب مطلوب منه أدوار دفاعية مطلوب منه يلعب رقم تمانية أكتر منه رقم عشرة تمانية ده اللي هو زي عمر السلية وإمام عشور كده اللاعب اللي بيهاجم وبيدافع اللاعب الوسط اللي بيهاجم وبيدافع مش لعب رقم عشرة بيهاجم بس لا ما بقىش ده موجود خلاص خاصة في طريقة لعب جزرده في غيرة الراجل اللي بيعتمد على ثلاثة في نص الملعب بيبعاز ثمانيتين فهو يبقى واحد منهم يلعب الدور بتاع إمام عشور هجوميا ممكن يبقى أفضل من إمام عشور دفاعيا محتاج كتير تطوير عشان يوصل لأمور دفاعية كان بيطبقها إمام عشور في تشكيلة الفريق فهو لعب مباشر جدا واتمنى أن فريلا يشتغل معاه كتير أبوه وأكيد فريلا بيشتغل معاه كتير جدا عشان في الآخر احنا نستفيد منه ككورة مصرية مش مجرد نادي الزمالك وبالتأكيد الزمالك محتاج لعب بموهبة سيف جعفر أفضل لعب في هذه المواجهة باختيار ربطة الأندية المصرية بعد نهاية المباراة النهاردة